علي من عمام بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح أن من سبّ الله ورسوله لا توبة له علي بارك الله فيك هذه المسألة الكلام حولها طويل لكن عموما عندنا قاعدة مهمة أن كل ذنب يتوب العبد منه إلى الله عز وجل قبل الوفاة يقبل الله عز وجل توبته إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ومعلوم بأن التوبة شروطها ثلاثة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه ولذلك من أشرك بالله وثم تاب إلى الله عز وجل من الشرك تاب الله عز وجل عليه ولذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهذه الآية جاءت في سياق ذكر شرك المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل في غيره أشركوا مع الله عز وجل غيره ولذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا أصل متقرر يا علي أن كل ذنب مهما عظم إذا تاب منه العبد قبل أن يلقى الله عز وجل قبل الله توبته إذا توفرت شروط صحة التوبة وانتفت الموانئ واضح العلماء لهم كلام في مفصل في قضية من سب الله ثم تاب ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب يقول العلماء أن من سب الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس ربنا سبحانه وتعالى لا شك بأن من سب الله تعالى كفر وخرج من ملة الإسلام ما دام أنه سبه باختيار وليس بإكراه فهنا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه وسقط حقه القضاء قبل أن يتمكن القضاء منه يتمكن القضاء منه من قبل أن تقدروا عليهم فهنا من تاب من سب الله توب نصوحة تاب الله عليه وسقط عنه الحق القضاء أما من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تاب إلى الله عز وجل قبل الديانة لكن هل تقبل قضاء قولان لأهل العلم فمن أهل العلم أن يقول نعم لأن سب الله أعظم فإذا تاب من سب الله سقط عنه الحكم القضائي كذلك من سب النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب سقط عنه حكم القضاء فيقبل ديانة وقضاء ومن أهل العلم أن قال لا يقبل تقبل توبته ديانة ولا تقبل قضاء ما معنى لا تقبل قضاء يقال توبتك بينك وبين الله عز وجل أما الحكم القضائي الذي هو منوط بولي الأمر المنوط بالمحكمة التي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر فقالوا لا ما يسقط عنه الحكم القضائي لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يسقط حقه من حيث السب قالوا لأن هذا يضرب الشريعة ولذلك قال بعض الصحابة كأبي بكر وغيره أهدروا دمما سب النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد توبته عموما هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن عموما من يعني تاب إلى الله عز وجل من سب الذات الإلهية أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام مثلا توبته مقبولة بإذن الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفعت الموانع مسألة القضاء هذه ينظر فيها إلى كل يعني جهة أو كل ما ما تتبناه هذه المحكمة مثلا أو دار القضاء في كل بلد من البلدان بارك الله فيك